طيب هنروح لكرة السلة في النادي الاهلي كان في صفقات ما تمش لعناها ولكن كنا عارفين انها تمت زي عمر عزب ومروان سرحان وهذا من هذا القبيل والمحترف وي وي وكلام ده ولكن النادي الاهلي ما بيعلنش عن الصفقة الا ما بتتم ويبتدي النادي الاهلي ياخد الكليرنس بتاعة اللعب او الاستغناء بتاعة اللعب بل ايضا يتاخد قرار مجلس ادارة خلي بالكم من امتى النادي الاهلي بيعلن طيب ما تقول لي يا كابتن من خلاص من ماضيات اللعيب وخدت الاستغناء من النادي طيب لا قرار مجلس ادارة ويتم تسجيله في الاتحاد وكل شيء معاه كرنيهو لان ممكن قبل كده اي شيء يحصل فالنادي الاهلي دايما يحترم السيكوانس او يحترم الاجراءات اللي بيعلن فيها عشان كده مروان سرحان كنا كلنا عارفين انه في النادي الاهلي طيب ليه النهاردة بيتم الاعلان عنه بعد ما بيتم كل الاجراءات فيها طبعا دي صورة المروان وهو في مكتب كابتن رقوف عبداليادي مدير نشاط الرياضي وعايز اقول لكم ودي طبعا طرى الغنام المدير الاداري صورة خلي بالكم مروان طرى الغنام طويل معلش الصورة اللي فاتت دي يا جماعة طرى الغنام طويل طرى الغنام طوله حوالي اتين متر اربعتاشر اتين متر اتناشر اه مروان سرحان ما بيلعبش في مركز تار الغنان بيلعب في مركز اربعة فماشاء الله مركز اربعة مروان سرحان وبالطول ده لا اضافة كويسة وكمان هو جاي من نادي اسموح الحقيقة محقق معهم انجازات كويسة وعلى فكرة الصفقات دي كلها جات بموافقة مستر اجوستي اه طبعا مدير الفني بل بترشحاته كمان وانا عايز اقولكم ان مروان سرحان انا وصلني وطبعا اي كده هيكون ضفنا في حلقة ما لحلقته هنتحقق منها ان هو ساب فلوس في نادي اسموحها لي او حاجة زي كده ودخلها في الصفقة عشان يجي النادي الاهلي فاللي بشتري النادي الاهلي عمر ما النادي الاهلي يبيعه واللي بشتري النادي الاهلي بيلاقي له مكان في النادي الاهلي بيلاقي له مكان عنده جمهوره النادي الاهلي غالي والنادي الاهلي زي ما انتم شفتوا الشناوي حتى احنا بنقرأ زيكم الشناوي جايله أقود رايحة أقود جاية الشناوي مع ذلك متمسك بالنادي الأهلي النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا وقيمة النادي الأهلي مش مالية قيمة النادي الأهلي في قلب جماهيره وحب جماهيره وطبعا مروان سرحان إضافة كويسة جدا إن شاء الله عمر عزب لما يرجع بإذن الرحمن من المنتخب وهم خلاص يرجع يوم أو اتنين بتعلم أظن هو بس مستنيين رحلات الطيران إن شاء الله يكون برضو إضافة جيدة فريق السلة ماشي بخطة سابتة نحو البطولة أو نحو إن شاء الله أو البطولة هيقابله اللي هي بطولة العربية إن شاء الله في شهر تسعة القادم